عقد أو عقد صندوق النظافة وتحسين العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمدراء الإدارات والأقسام بمدريات المحافظة والمناطق برئاسة القائم بأعمال محافظة عدن أحمد سالم حيث أحمد سالمين حيث كرس الاجتماع لمناقشة رفع الأداء اليوم لنظافة المدينة ومتابعة العمل وإظهار مدينة عدن بالمنظر الذي يليق بها وخلق بيئة نقية خالية من التلوث وفي الاجتماع أثناء سالمين على الجهود الحتيثة التي تقوم بها إدارة الصندوق وعامله في الميدان وقال السالمين إن الجميع في عدن يتحمل مسؤولية القصور في الأداء الذي نجم عن نقص في الآليات والعتاد الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة كسياسة للصندوق في كل مرحلة كما ناقش الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات والأقسام نقلات كميات القمامة التي تنقل يوميا من الشوارع والأحياء السكنية لموقعها في بئر النعامة ومناقشة النقص في الآليات وسبل حلها بتوفير آليات جديدة بالتنسيق مع الحكومة الشرعية